اخيرا بعد السبع السنوات من المحاولات كليا ريال مبابي رسميا في ريال مدريد بعد سبع السنوات من الرغبة المتبدلة بين بابي وريال مدريد تقابلة اخيرا وبشكل رسمي النهاردة الريال اعلن ضم بمبابي بعد اندهاء عقده مع باريس سان جرمان صفقة كبيرة وتاريخية لبطل اوروبا واللعب الفرنسي اللي بيتمنى هو كمان لقب اوروبا بابي ينضم لكتيبة من افضل لاعب العالم في الوقت الحالي وتسأل هو الريال هيعمل ايه تاني بعد ما اقفل اللعبة يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بالنسبالي هي اهم صفقة دخلت ريال مدريد من بعد زين الدين الزدان زين الدين الزدان لما جي ريال مدريد كنت مبسوط اول نهارده كنت مبسوط اكتر شوائتين لما كمان بابي خلاص انضم رسميا لنادي ريال مدريد هتقول لي يعني كل الصفقات اللي عملها ريال مدريد على مدار تاريخه بتقول لي زين الدين الزدان وكمان بابي ده فيه كريستيان ورنالدو فيه ارنالدو فيه بنزيمة وفيه بيكهم وفيه ابيجو فيه اسماء عظيمة كبيرة وتاريخية انا بكلمك على يعني ايه الصبر زين دي زيدان كنل واحد صبور يعني اللي هو ايه من ساعة ما كان في اليوفي نفسه يلعب في الريال لما جيه برضو كان يمبابي قعد فترة مع باريس سان جلمان وكل ساعة نقول ايه هيجي الريال هون ما بيجيش فالصفقة اللي جات بعد صبر طويل يعني تحديدا يعني مش بتكلم عن نجومية اللاعبين زيدان ومبابي بالمقارنة باسماء تاريخية ايضا لعبة الريال مدريد النهاردة الريال مدريد اعلم بشكل رسمي ان مبابي موجود في الفريق بداية من الموسم الجديد هو لعب عنده حكاية حلوة مبابي عنده حكاية حلوة هي مش مجرد صفقة كده ولا لعب عظيم ولا واحد من افضل لعيب العالم اللي لم يكن افضلهم الحكاية مش كده خالص الحكاية لها ابعاد انسانية مهمة جدا بابي اللي هو صغير وهو طفل يعني في قطه قط النوم بتاعته حاطت صور نجوم ولاعبي ريال مدريد حاطت صورة كريستيان ورنالدو حاطت صورة لاعبي ريال مدريد منه هو صغير هو صغير هو واضح انه كان هدفه دايما انه يلعب في ريال مدريد قبل كده كلم بابي ان انا بكن كل احترام للنادي باريس سان جرمان اللي بيمسل ليه يعني كل حاجة تقريبا في كرة القدم لكن لسه عندي احلام عايزة حققها هو كان يقصد ريال مدريد نفسه يحقق حلمه ويلعب لريال مدريد بعد كده بعد ما كبر شوية كان كنان بابي عنده منطقة كده عايش فيها المنطقة دي كانت منطقة في منتهى السوق يعني منطقة كلها مشاكل وعصابات ومخدرات وبلاوة يعني منطقة صعبة منطقة مشؤومة في فرنسا منطقة دي اسمها بوندي هو كان عايش فيها فتسأل قبل كده واحد في المنطقة دي قالوله يعني يعني قالوله اتكلم على مبابيه يعني اتكلم عنه قالهم المنطقة دي لما كان بيتجاب سيرتها كان بيتحطوا قدامها عطول مش دي المنطقة بتاعت الجرائم والمخدرات بس دلوقتي بعد ما مبابيه كسر الدنيا وتقلق وابدع بقت المنطقة دي اسمها منطقة كلهم بابيه فقال ان هو كان ملهم للشباب اللي في المنطقة دي والمنطقة دي تحولت من منطقة جرائم لمنطقة اكثر احتراما وبقاش فيها المشاكل اللي كانت موجودة زمان بسبب كلهم بابيه وجرافيتي بقى وسورته يعني هم حطين سورته في المنطقة شوف الصورة هاي كل الحاجات دي هو ملهم زي ما بيقوله يعني في فرنسا ملهم للفقراء ملهم دائما وابدا للفقراء النهاردة بابيه لما اعلن انتقال لريال مدريد اعلنها بنفس صورة الطفولة بصورة اميس ريال مدريد من هو صغير الصورة هاي امام حضراتكم ومتصور مع كريستيانو ورنالدو وهو طفل صغير وقال ان انا خلاص اخيرا بحقق حلم الطفولة وانضميت لريال مدريد قصة حلوة قصة يعني ملهمة جدا بقولك مابيه النهاردة قالك الحلم بقى حقيقة خلاص انا سعيد وفخور ان انا انضميت لريال مدريد وحققت احلامي قال انا مش قادر افهم اي شخص كم انا متشوق وسعيد في الوقت الحالي ومش قادر استنى لرؤية جماهي الريال مدريد بشكركم جدا على دعمكم الذي لا يصدق هذه كانت كلمات كليان بابيه بعد الاعلان رسميا عن انضمامه الى ريال مدريد طيب السؤال الاهم السؤال الاهم هو كليان بابيه هيلعب ازاي وصد تشكيلة مليانة نجوم مليانة نجوم لانما دي لسه كسبان دولة ابطال اوروبا لسه كسبان الدولة الاسبانية الناس تقولك اي يعني هو كليان بابيه هيضيف كده كده هيضيف اه هو يقولك هو رامي ده عايز ياخد ايه تاني يعني عايز يكسب ايه تاني لا ما هو عشان تستمر لازم عندك تشكيلة من النجوم الميزة دلوقتي في ريال مدريد انه عنده تشكيلة كلها كلها او معظمها او اغلب اللاعبين فيها ما زادش عن 26 سنة تشكيلة شابة تقعد 10 سنين قدام بالراحة يعني مهيمنة ومسيطرة على كل البطولات سواء اوروبية او محلية كلها ينبا بيه بقى موضوعه ايه في تشكيلة ريال مدريد تصور يعني توقع كلها ينبا بيه هيلعب فين في تشكيلة ريال مدريد اللي هي اصلا متأفلة يتحط فين حطينا لحضراتكم دلوقتي تلت تصورات ازاي كلها ينبا بيه هيبقى موجود في تشكيلة ريال مدريد تعال نشوف اول واحدة هيبقى فيها مثلا تيبو كورتوة من دي على الشمال اه روديجر على انا كانت دي مكتوبة اه ايه مكتوبة يا جماعة ناصر ايه ماشي روديجر ومليتاو وكاربخال ويتشوامني وبيلينجهام وفالفيردي فينسيوس على الشمال رودريجو في الهجوم وانببيه على اليمين ده تصور ده تصور لتشكيلة ريال مدريد طيب برضو هي تشكيلة امام حضراتكم نفس الاساس دي بو كورتوة ومندي وريديجر ومليتاو وكاربخال ويتشوامني وبيلينجهام وفالفيردي على الشمال فينسيوس والمهاجم هو امببيه وعلى اليمين رودريجو بالمناسبة التشكيلة دي ممكن تبقى الابعد شوية عشان امببيه قبل كده كان لقى تصريحات قبل كده انه ما بيحبش يلعب كمهاجم يحب يلعب كجناح بس وارد هو لعبها طبعا كمهاجم بس هو ما بيحبش اول مكان ده يعني تشكيلة اللي بعد كده نعتبق اللي فوق ده زي ما هو هتلاقي على الشمال برضو قدام مببيه هنا بقى مببيه هو اللي هيبقى على الشمال بس فينسيوس هيبقى هو المهاجم ورودريجو على اليمين طبعا اللي في النص ده ممكن يتغير التى لسه مودريتش موجود لسه جابا فينجا موجود في لعيبة يعني موجودة في ناتشو موجود في الدفاع في ديفيد علابة موجود في الدفاع ولد على ناحة الشمال كمان الفونسو ديفيز لعب باير ميونيخ لعب رائع جدا ممكن ينضم ريال مدريد فأكيد هياخد مكان من دي فدي التشكيلة الاقرب او التلت تشكيلات الاقرب انه يتواجد فيهم كيليان امببيه وسط لعبي ونجوم واسماء كبيرة في ريال مدريد عموما صفقة تاريخية صفقة مهمة جدا حلوة الله يا فكية امببيه دي في ريال مدريد جميلة تشيرت ريال مدريد هيبقى خطيرة دي حكاية في حكاية حلوة النهاردة كانت لذيذة النهاردة الكاف طلع الصفحات الرسمية للكاف على السوشال ميديا طلعوا فيديو حلوة قوي لكواليس ما قبل فوز نادي الزمالك بنهائي الكون فيدرالية وكان فيه اكتر من مشهد اجيبلكو الفيديو بعد شوية بس فيه اكتر من مشهد وقفنا عندهم شوية اول مشهد لامام حضراتكم شايفينه ده قدام حضراتكم شايفينه عمر جابر بيقول للعيبة انتوا احسن فرقة في العالم انتوا احسن فرقة في العالم واحد من كباتن الزمالك الكبار بيقول لهم العبوا كأنكم احسن فريق في العالم الصورة اللي بعدها كانت للونش المصاب الغايب الغايب عن التشكيلة الغايب عن قايمة الفريق وهو بيقول للعيبة لازم الحداشر لاعب اللي في الملعب يبقى حداشر لاعب كبير لازم وقعد يدعم وقعد يساند وقعد يشجع اللقطة دي فيها عبدالوحد السيد وفيها احمد مجدي عبدالوحد السيد بيقول لهم بالله عليكم بالله عليكم ما تروحوا الناس دي كلها زعلانة اجماعة والفعل مشاهد عظيمة جدا باعشة باعشة الصور دي باعشة الفيديوهات اللي من النوع ده تحس انه يعيشك الحالة وتعرف كمان الاجواء مقابلة هذه المباريات النهاية الكبيرة بتبقى عاملة ازاي الناس بتبقى نازلة بروحوا بقلب بعض الناس فاكرة انه لعيبة الكرة دي موظفين بينزل يقادي دوره ويمشي لا ده ادريناليل طالع في السماء طول الوقت طول الوقت فيه توطر طول الوقت فيه ضغط طول الوقت فيه حماس طول الوقت طول الوقت ان امور بتبقى مش اسهل حاجة طهبة شاهد حلوة حلاوة يعني خطيرة بصراحة يعني يعني مرة مرة تانية وتالتة وعشرة ومليون الف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك والعيبة نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك وبالتأكيد ادارة نادي الزمالك الفوز بالكونفيدرالية دايما بقول في ظروف صعبة جدا ده فيما يخص نادي الزمالك اما فيما يخص النادي الاهلي نهاردة في التدريبات بتاعت النادي الاهلي كان فيه اجواء حلوة فيه احتفالات وفيه هيسة واللعيبة بتحتفل مع بعض وكلها بيحتفل معاه وبيرقصه وبيغنوا ومبسوطين يعني كان فيه حالة حلوة فيه تدريبات النادي الاهلي يا رب دايما تدوم عليهم الفرحة دي بإذن الله ودايما النادي الاهلي مشرفنا حق ابو طراط زي وزي النادي الزمالك بس فيه حكاية افشا النهاردة ما كانتش موجود في الملعب ما كانتش موجود في التمرينات او في التدريبات افشا كان موجود في صالة الجيم مارسل كولر طلب انه افشا ياخد تدريباته البدنية في الجيم فقط ما يشاركش مع اللاعبين في أرض الملعب ايه الحكاية حكاية ان افشا مبارح كان لقوا تصريحات تصريحات دي اه مارسل كولر اه زميله في الفريق اتدايقوا منها شويتين اتدايقوا منها بين قصين كده اتأمسوا منها يعني مش عايزة مش عايزة حيثك برضه ان في مشكلة كبيرة بس كان فيه زعل النهاردة كان فيه أمسة النهاردة من افشا فكولر طلب من الكابت الخالي بيبو ان افشا يبقى متواجد في صالة الجيم وما يشاركش مع الفريق النهاردة فيه التدريبات في أرض الملعب لحين تهديئة الاوضاع ويشارك بشكل طبيعي بكرة ان شاء الله لكن النهاردة افشا غاب عن تدريبات أرض الملعب واكتفى بتدريبات الجيم بناء على قرار من مارسل كولر بعد تصريحاته الاخيرة عايزة ورأيه عادة في حياتنا حتى الشخصية مش بس في الشغل في حياتنا الشخصية انت ما بتعاملش الناس بنفس الطريقة يعني ايه يعني فيه واحد لو بصلك بصة ما عجبتكش تبقى عارف انه هو قصدها فتقفل منه فالعلاقة بينكم تنتهي مجرد بصة واحيان بتتطول لكلام فتقفل منه فيه واحد تاني وانت بتتعامل معاه يقول لك كلام ده متقيل ويبص بصات غريبة ويلقح ويلمح ويعمل حيات دي كلها وما تزعلش منه ليه انت بتبقى فاهم انه ما بيبقاش قصد بيبقى الكلام كده طالع عفوي جدا فبتعدهاله بتعدهاله ليه عشان عايف انه هو مش قصد كيف حتى بيبقى قصد كل تلميحة وكل كلمة وكل جملة تصوري انا وتعليق انا انه قفشة من الاشخاص اللي هي بتاعت انه بيقول اي كلام بشكل عفوي ما بيحسبش الكلمة ويطلع من لسانه في ناس كتيرة كده بس في نفس الوقت في نفس الوقت وده دايما بقوله على كل اللاعبين مش بس قفشة مش كل الناس في الكون عندها مهارة الكلام وده مش لازل تبقى موجودة عندك بالمناسبة يعني انا هو مش عيب فقفشة والراجل عنده مهارة في رجله وده الاهم هو العيب كورة فان انا عندي مشكلة في الكلام وفي التصريحات وفي المناقشات وفي الحكايات يستحسن ما تكلمش يعني ما طلعش تصريحات ليه عشان فيه العيبة كل ما بتتكلم كل ما بتقلم من رصيدها ومن شغلها وبيحصل لها مشاكل وفيه العيبة تانية لما بتتكلم حتى لو هو مش نجب كبير بيعرف ينجم نفسه عنده المهارة دي فبصراحة وانا عرف العيبة كتير وعرف مدربين كتير في مصر لا بيرضوا يظهروا في الاعلام ولا بيرضوا يتكلموا ولا بيرضوا تصريحات عشان هم فاهمين وعارفين ان هم ما عندهمش المهارة دي ببساطة شديد انا شايف انه الاهل اي او الجهاز الفايل انا دي الاهل بمارس الكولر واللعبين ما يزعلوش او من افشة زي ما قلت لكم هو راجل طيب راجل بيقول كل حاجة بعفوية بس في نفس الوقت هو كمان محتاج طبعا ياخد باله من الجمل اللي بتطلع منه ببساطة شديد انا متأكد ان هو بيحب زماله وبيتعاون مع زماله وهم كمان بيحبوه جدا بس طبعا تصريحاته كان فيها فيها حاجات ما كانتش يرفع تتالى اكيد يعني هو اكيد لما هيلاجع نفسه هيقول انا ليه قلت الجملة دي انا ليه قلت الكلمة دي ببساطة شديد طيب دي حكاية حكاية تانية حكاية تخص محمد عبد المنع محمد عبد المنع من يومين كده كتب بوست على انستجرام بيتكلم انه بيحي الجماهير وانتو عملته وساندته ودعبتوني وكلام الجميل ده لو معنا الشباب البوست اللي حطوا على انستجرام ده نحطها ونفتكيرها مع بعض عموما يعني الناس فصلت الكلمتين دول انه خلاص محمد عبد المنع مش اللي هقول لك ده الحكاية بتاعة محمد عبد المنع بالتفصيل وادعي انك ربما تكون هتسمعها لأول مر لأول مر مش معاي واحدة واحدة كده محمد عبد المنع وهو بيتعدله التعاقد بتاعه اللي هو كان 4 مليون جنيه وبقى 6 مليون جنيه 4 مليون جنيه وبقى ياخد 6 مليون جنيه في الموسم الأهلي وعدوا شفاهيا انه لو جاء له عرض مناسب فأي وقت هيوافق على رحيله بنهاية الموسم يعني تحديدا بنهاية الموسم فالراجل عجبوا الكلام عقد محمد عبد المنع لحد نهاية 2026 يعني فضلوا موسمين مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة محمد عبد المنع لم يصلوا أي عرض رسمي ونفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي مجالوش عرض لمحمد عبد المنع خالص كل الكلام شفاهي من وكلاء من أنداء كله شفاهي بس ما فيش عرض رسمي النادي الأهلي اتكلم مع محمد عبد المنع على تجديد التعاقد أو قبل تجديد التعاقد اتكلم مع محمد عبد المنع على تعديل تعديل بناء على طلب محمد عبد المنع تعديل المقابل اللي بياخده سنويا هو بياخد كم دلوقتي بياخد 6 مليون جنيه في الموسم النادي الأهلي عرض على محمد عبد المنع كم في الموسم العرض الجديد يعني 30 مليون جنيه في الموسم تاني لأهلي عرض على محمد عبد المنعم تلاتين مليون جنيه بشرط بشرط إن العقد بتاع محمد عبد المنعم يتمد مسيمين آخرين يعني لتلات مواسم كمان آخرين بدل 2026 يخلص في 2029 تاني بدل 2026 يخلص في 2029 الكلام ده ما عجبش محمد عبد المنعم قال لهم تمام أنا الرقم حلو بس نتكلم في تجديد التعاقد بنهاية المسم اللي جاي اللي هو 2025 فالأهلي قالوا لا عشان نعدلك بالرقم ده نضمن إن أنت موجود معنا لحد 2029 أو عقدك مستمر لحد 2029 مكالمات هنا ومكالمات هنا وأمور رائحة جاية والأمور ما زالت معلقة في وسط هذه الأحاديث وهذه المكالمات وهذه المفاوضات كتب محمد عبد المنعم الجملتين دول وكأنه غير راضي على اللي بيحصل مش عاجبه أوش هو عايز يتجدد له بس قال لك إيه سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي شكرا لكم على كل شيء ده كان اللي كاتبه محمد عبد المنعم من كم يوم ببساطة الأمور في مرحلة مفاوضات ما بين الأهل ومحمد عبد المنعم وخد المفاجأة إحنا كلنا نتحدث أنه محمد عبد المنعم على وشق الرحيل من النادي الأهلي ولكن يبدو أن محمد عبد المنعم هيستمر مع النادي الأهلي وإحساسي وتصوري أنه عبد المنعم هيقبل بشروط النادي الأهلي اللي هي شروط بصراحة منطقية جدا أنا عشان أرفع لك عقدك بالرقم ده محتاجي يبقى معي عدد سنوات أكبر من موسمين منطقي جدا طيب هتقول لي ما هو برضو رقم كبير أو 30 مليون جنيه على محمد عبد المنعم في الموسم وقال لك لا مش رقم كبير خالص ولأهلي فاهم ده كويس يعني بتتكلم 30 مليون جنيه في السنة يعني تقريبا حوالي 600 ألف دولار وخد بالك اللعيبة بتاعت الأهلي دلوقتي بتبص على اللعيبة الأجانب اللي في الفريق اللي بياخده مليون ومتين ومليون تلتمية ومليون ونص وانت طالع فنوة ياخد 600 ألف دولار وهو واحد من أهم ركاية الأساسية في الفريق فده رقم الأهلي هيشوفه عادي وأكيد محمد عبد المنعم برضو هيشوفه معقول إذن فنحن أمام إيه مش مشكلة بس لسه ما فيش اتفاق ما بين الأهلي ومحمد عبد المنعم الأهلي ما زال عند هذه اللحظة عند وعده مع محمد عبد المنعم يا سيدي والله جالك عرض محترم مفيد للنيادي ومفيد لك هنوافق ماجيش لا مش هنسيبك وخلاص مش هنسيبك وخلاص هتكمل معنا المسلمين أهلا وسهلا بالرقم القديم عايز تجدد أو عايز تعدل الفلوس اللي انت بتاخدها يبقى لو سمحت تجدد لها لحد 2029 وهنعدلك اللي انت عايزه دي حكاية عبد المنعم بالكامل بالأرقام بالتفاصيل المملة جدا الواضحة جدا دي حكاية حكاية أخرى النادي الأهلي بدأ يتحرك من أجل البحث عن مهاجم جديد للتفاوض معه تحسبا تحسبا لفشل المفاوضات مع البوركيني محمد كونتيه بحسب مصادرنا في النادي الأهلي الأهلي عنده خطة بديلة في حال فشل صفقة كونتيه وبدأ بالفعل منقشة سيفيات لبعض اللاعبين المرشحين الأجانب لتدعيم هجوم الفريق في الموسم اللي جاي وبحسب المصدر أيضا فضم كونتيه مش هيكون سهل عشان طلبات اللاعب وطلبات وكيل أعماله وبالتالي الأهلي بدأ تجهيز خطة بديلة عشان يضم مهاجم أجنبي آخر في الموسم الجديد دي حكاية محمد كونتيه المهاجم اللي الأهلي عايزه عندي معلومة أنه محمد كونتيه ووكيل أعماله أو وكيل أعمال محمد كونتيه بيسواه أكتر في الخليج وطبعا في الخليج الأرقام هتبقى أكبر بكتير من الأرقام اللي هيعرضها النادي الأهلي وبناء على إيه أتصور أن محمد كونتيه مش هيبقى ليه دور في النادي الأهلي في الموسم الجديد عشان هو باصص لأمور مالية كبيرة جدا وباصص ليه الخليج وشايف أنه المستابل بالنسبة له المستابل المالي هيبقى في الخليج أكبر شويتين ماشي ماشي هنكمل فيما يخص النادي الأهلي مارس الكولر أبلغ لجنة التخطيط في النادي الأهلي موافقته موافقته على تجديد التعاقد مع أحمد عبد الآدر وأحمد عبد الآدر يبقى فيه جلسة قريبة مع مسؤول النادي الأهلي لتجديد التعاقد بناء على طلب من مارسل كولر أعد أحمد عبد الآدر ينتهي بنهاية الموسم القادم يعني لسه فضل له موسم واحد وبنتائي الأهلي عايز بدري بدري يحسن موقف أحمد عبد الآدر ده شغل الاحترافي يا شغل المحترم عشان دايما بستغرب أندية حتى الأهلي والزمالك اللي كان لهم سوابق في هذه القصة إنه يسيب اللاعب لحد ما عاده بيخلص خالص ويبدأ يتفوض معاه ما هيسيبك هيسيبك ببلاش عشان هيروح ياخد الفلوس بشكل أكبر في النادي تاني بدلا ما النادي هيشتريه منك هيروح ياخد الفلوس تاعت الشراء دي وفلوس عاده هتبدأ الأمور أسهل فأي نادي كبير بيخلص أمور دي قبلها بموسم على الآل على الآل يعني طيب دي حكاية حكاية تانية وزارة الشباب والرياضة بحسب المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ محمد الشازلي قال إن وزارة الشباب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم تقدموا للاتحاد الأفريقي بملف لاستضافة السوبر الأفريقي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك تصوري وتوقعي إن الكاف هيوافق هو حلو بس إن احنا خدنا المبادرة دي خلاص احنا طلبنا هو الكاف هيوافق عادة الكاف في الفترات الأخيرة لما يبقوا الطرفين من نفس البلد تمام ساهل على نفسك ساهل على نفسك السوبر هيبقى في مصر فإن شاء الله السوبر الأفريقي هيبقى موجود في مصر إن شاء الله الاستاذ بامليانة عن أخير ونتشوف يعني احتفالية عظيمة احتفالية أفريقية كبيرة ما بين الأهلي والزمالك في السوبر أكبر ناديين في الكرة الأفريقية هما بيلعبوا مباراة إن شاء الله بإذن الله سواء بقى على السادة الكاهرة أو أي استاد آخر إن شاء الله الكاف بس يوافق وبعد كده الملعب هيتم تحديده مباشرة وأنا متصور إن الكاف هيوافق يعني طيب نهاردة في حكاية حلوة مش حلوة يعني حلوة أقصد بيها إنه حلوة بالنسبة لي عشان كنت أحكي لكم نفس الحكاية دي أولا أولا عمر كبير عبواحد نضم لمنتخم مصر ودي الحكاية الحلوة الحكاية اللي مش حلوة إنه فتوح خرج من المعسكر بسبب الإصابة فتوح من أهم ركاز الأساسية في المنتخب وأكيد هنخسره فيه المباراتين خاصة للمبارات الأولى محمد حمدي كمان فيها موقوف لها مبارات بولكينة فاسو النهاردة فتوح خرج بسبب إصابة في أربطة الكاحل وليها قصة دي قبل ما أجيلك على عمر كبير عبد الواحد فتوح كان عايز يكمل في المعسكر وكان عايز يتحمل على نفسه كابتن حسام حسن شافه وبيزوج وكان فتوح الطبيب نصحه طبيب المنتخب نصحه إنه مش هينفع يلعب فقال له يعني اسبني وأنا أحاول بس لما كابتن حسام لاحظ هذا الأمر قال له أنت هتفضل واحد من الركاز الأساسية في المنتخب ولما تخرج دلوقتي احنا لسه عندنا مباريات كثيرة أخرى ومحمد صلاح عاد برضو مع فتوح فتوح النهاردة خرج من المعسكر وهو يبكي وهو يبكي كان عايز يدعم منتخبنا إن شاء الله في مباراتي بوركينا وغين يابيساو بس الرجال اللي موجودة عم فتوح يسده زي ما أنت كنت هتسد مية في المية طيب اللي يبسل بقى في قصة عمر كمال عبد الواحد إيه لو أنتوا عايشين معايا وامتبعين معانا الحلقات اللي فاتت أنا عكس الطيار كله قلت لكم إن الكابتن حسام حسن ودار المنتخب مصر ما عندوش مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد ناس قالت وناس كتبت وناس نشرت إنه عمر ما بيخشش المنتخب عشان فيه مشكلة مع الكابتن حسام حسن وكنت شرحت لكم قبل كده الكابتن حسام حسن اختياراته في المنتخب تحديدا في المركز زيزايا الأيمن ومركز زيزايا الأيسا كان بيفكر فيها زي باختصار هو فكر إنه محمد هاني بيلعب باكرايت أساسي منتخب مصر أقرم توفيق يلعب في مركزين نص ملعب وباكرايت أحمد رمضان باكهم يلعب مساك وباكرايت فأنا حب اللعبة اللي دي تلعب في إيه في أكتر من المركز هتقول لي تمام عمر كمال عبد واحد بيلعب ناحية اليمين وناحية الشمال هقول لك لا ما هو قريدي ناحية الشمال عنده اتنين فتوح وحمدي وينضم لهم كمان كوكا كثالت فخلاص الحدة دي كمان متأفلة طيب لما فتوحة صب وحمدي مش موجود فراح عمل راجل حمدي مش موجود في مطش بوركينا راح الراجل شد على طول عمر كمال عبد الواحد عشان يزبط إيه إنه ما فيش أي مشكلة ما فيش أي أزمة مع عمر كمال عبد الواحد دي حكاية حكاية بقى اللي جاية دي حكاية الحكايات حلوة حلاوة إحنا الجيل دايما نقول كده إحنا الجيل اللي عاشنا نجوم الكرة اللي بجد اللي بجد ناس بتوع التمينات وأول التسعينات دول دول عاشوا النجوم بقى الحيوين أوش واحد من أهم نجوم جيلنا واحد من أهم الأسماء في تاريخ كرة القدم هو إيفان زامورانو أسطورة منتخب شيلي وفريق ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي لعب عظيم لعب كبير عمل سنائية مع رونالدو الظاهرة عمل سنائية طبعا تاريخية مع سلس طبعا دي من أشهر السنائيات في تاريخ كرة القدم إنجازات عظيمة مع الريال إنجازات عظيمة مع الانتر مع منتخب شيلي مهاجم زي ما بيقول الكتاب يعني المهاجمين اللي هما مش موجودين دلوقتي اللي هو المهاجم إيه؟ عايف أنت يقول لك إيه أصلا مهاجم صندوق ومهاجم بييجي من تحت ومهاجم بيلعب رجله اليمين بيلعب رجله الشمال بيلعب لراسه فأنا مبسوط جدا إنه الآن إيفان زامورانو معانا عبر زوم يا فندم مشرفنا ومناورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر إنه لشرف لي أن أكون معكم وسعيد للغاية للحديث معكم تحية لكم وتحية كبيرة لكم من هنا من ما يمن لأ أنا بداية كده عايز أقول لك إحنا مجرد منزلنا التنويه إن أنت موجود معانا النهاردة في الحلقة عدد كبير جدا من الجماهير المصرية كانت في منتهى السعادة واستعادة ذكريات عظيمة معك كلاعب عظيم أنت اللاعب بتعجلنا أنا دايما بقول كده المزيع اللي بيتكلم معك دلوقتي واحد من أكتر الناس اللي كانت بتعشائك وانت في أرض الملعب كمان شكرا لك على هذا الكلام وعلى الدعوة أعلم أن هناك مشجعين لإنتر ميلان وريال مدريد في مصر ولهذا أنا ممتن للغاية على هذه الدعوة بداية أنا عايز أرجع معاك شوية نستلجية جميلة كده وذكريات عظيمة جدا إيه أفضل مرحلة عيشت فيها في حياتك في كرة القدم في سنوات عظيمة رائعة كثيرة مع إنتر ومع الريال ومع منتخب شيلي إيه أفضل مرحلة أنت بتحب تستعيدها دايما وانت بتستعيد ذكرياتك في كرة القدم هناك العديد من الذكريات الجميلة التي يمكن أن أذكرها عندما كنت لعبا الكثير من اللحظات عندما كنت لعبا في ريال مدريد كانت فترة مهمة جدا في حياتي فترة شكلت حقبة مهمة في حياتي وحققنا ألقابا عديدة ولكن بشكل عام في إيشبيلية وريال مدريد وإنتر وفي كلوب أمريكا في المكسيك وكولو كولو في تشيلي كل الأندية التي لعبت لها كانت مهمة تعلمت منها الكثير وفي إنتر تعلمت الكثير ونضقت كشخص وكلاعب وهناك دائما ما قبل وما بعد لللاعب ولكن أنت تتحدث عن ريال مدريد ما قبل وما بعد لما قلنا النهاردة أن زامورانو معانا على الهواء معظم الناس سألوني قالولي زامورانو وسلس دائما اسمين مقترنين مع بعض أفضل صناعية ربما في تاريخ كرة القدم يعني لقد كانت كاركنات ثنائية مهمة جدا بيني وبين مارسيلو سلس كنا نلعب بالعين نفهم بعضنا بعضا داخل الملعب من العين كانت تجمعنا الكثير من الصفات الإيمان والحماس والرغبة في تحقيق الكثير في مسيرتنا كلاعبين ولهذا كان شرف لي أن ألعب إلى جانب لعب كبير مثل مارسيلو سلس وأن نشكل هذا السنائي الذي ظهر محفورا في ذاكرة كرة القدم لفترات عديدة مش بس مارسيلو سلس وقبل ما أروح معاك للحاضر عايز أستمر شوية في الماضي العظيم والماضي الجميل ده وسط أسماء عظيمة كثيرة لعبت بجوارهم لو قلت لك دلوقتي تشكيلة لأفضل لعبين لعبت بجوارهم من بداية من حارس المرمى حتى من جوارك في خط الهجوم أمر صعب للغاية ولكن في حراسة المرمى جان لوكا باي لوكا وفي مركز الظهير زانيتي والناحية الأخرى على الجانب الآخر جورجاتوس وفرناندو إيرو في قلب الدفاع وبرجوني في وسط الملعب فرناندو ريدوندو ومايكل لاودرو روبرتو باجيو وفي الهجوم راول جونزاليس ورونالدو ومارسيلو سالس وسكر ودفور سكر بالطب ها 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 تشكيلة تشكيلة لو موجودة دلوقتي تكسب تقريبا كل البطولات اللي في الدنيا يعني تحتكر البطولات نعم نعم إنها تشكيلة رائعة للغاية هي تشكيلة تضم لعبين هم أساطير كرة القدم وسعيد بشكل شخصي لأنني تعلمت من كل منهم الكثير هل التشكيلة دي تهزم ريال مدريد بالجيل الحالي مع انضمام كاليا نمبابيه رسميا للفريق منذ لحظات؟ أعتقد أن نستطيع أن ننافسهم وبوجود كاليا نمبابيه في ريال مدريد أعتقد أنه سيصبح فريق قوي للغاية كاليا نمبابيه كان له فضل كبير في الكرة الأوروبية وكان له دور كبير ولكني أعتقد أننا سنفسهم بكل قوة بالتأكيد ما رأيك في صفقة نمبابيه لريال مدريد وهل هي تأخرت كثيرا أم هذا الوقت المناسب لهذه الصفقة؟ الصفقة كانت لتعلن منذ أربع سنوات عندما أعلن ريال مدريد رغبته في ضم كاليا نمبابيه عندما كان لعبا في موناكو هو لاعب تريد الكثير من الأندية وأي فريق يرغب في أن يكون لديه لاعب مثل كاليا نمبابيه الصفقة تأخرت لمدة أربع سنوات وفي النهاية النادي نجح في التعاقد مع اللاعب ريال كاليا نمبابيه أصبح في البيت الأبيض وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل لريال مدريد لكي يحقق المزيد من النجاحات ويواصل تحقيق الألقاب التي طالق بحجم فريق مثل ريال مدريد كنت أتحدث في مقدمة الحلقة النهاردة عن موضع كاليا نمبابيه في تشكيلة ريال مدريد شايف الموقع المثالي لكي يمبابيه في هذه التشكيلة في وجود فينيسيوس ورودريجو وفالفردي وبالينجهام شايف التشكيلة المناسبة هتكون عاملة زي ومكان يمبابيه في التشكيلة يكون زي أعتقد أنه يمكن ريال يستطيع أن يلعب بطرق عديدة في وجود يمبابيه في منتخب فرنسا يلعب في كل الأماكن في الهجوم يتحرك من اليمين إلى اليسار والعكس وكذلك في قلب الهجوم بالنسبة لي تشكيلة أنشلوتي سيكون رودريجو وفينيسيوس ومبابيه وخلفهم سيلعب كامابينجا وفالبردي وأعتقد أنه سيلعب بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة أو من الممكن أن لا يلعب رودريجو ويلعب فينيسيوس ومبابيه وقد تتغير الطريقة لأربعة أربعة ثلاثة ولهذا أعتقد أن انضمام لاعب مثل كيليا نمبابيه سيساعد ريال مدريد على أن يلعب بطرق عديدة وبتشكيلات مختلفة ولهذا أعتقد أنه لعب مهم ليفوز بالكرة الذهبية وأن يكون أفضل لعب في العالم مع ريال مدريد بالطبع كوبا أمريكا على الأبواب بطولة كوبا أمريكا على الأبواب شايف من المنتخبات الأكثر فرص بالفوز بهذه البطولة الأكثر جاهزية أعتقد في الوقت الحالي الأرجنتين والبرازيل الأرجنتين والبرازيل والأوروكواي في وجهة نظري أعتقد أنها المنتخبات الثلاث الأكثر جاهزية والمنتخبات التي لعبت أكبر عدد من النهائيات وهي المنتخبات التي اعتادت أن تلعب في أفضل المستويات ليس فقط في كوبا أمريكا ولكن أيضا على مستوى البطولات العالمية أعتقد الأرجنتين والبرازيل وهناك ميسي وهناك العديد من اللاعبين ومنتخب قوي البرازيل ليست في أفضل حالة ولكنها تمتلك مدرب كبير وبالطبع ستنافس على اللقب أتمنى أن ينافس منتخب تشيلي مرة أخرى ويستطيع أن يصل إلى أبعد مدافع البطولة استطعنا أن نتوق باللقب في أمريكا في 2016 وأتمنى أن يكون هذا فأل حسن في هذه النسخة ولكني أرى في النهاية الأرجنتين وأوروكواي والبرازيل هم المرشحون الأكبر للقب بطولة اليورو أيضا على الأبواب من في رأيك المرشح الأقرب لهذه البطولة؟ أعتقد أن بطولة أوروبا أعتقد أن هناك منتخب يتفوق على الجميع وهو منتخب فرنسا مع منتخب قوي منتخب مجموعة متماسكة لديه فرصة كبيرة لكي يجد الطريقة المناسبة لكي يفوز باللقب ومن بعد فرنسا أعتقد أن الرقص الأخير أنا أسميها الرقص الأخير لكروس مع أليمانيا ولسيما أن البطولة ستكون على ملعبهم والمنتخب الثالث هو إنجلترا فرنسا ألمانيا ثم إنجلترا بالنسبة لي هي المنتخبات الأكثر حظا للفوز باللقب ثم تأتي بعدها إسبانيا قد يلعب دورا مهما في البطولة إيطاليا عادة وفايزة باللقب الأخير ويمتلك مجموعة كبيرة ولكن بشكل عام أعتقد أن فرنسا وإنجلترا وألمانيا هي المنتخبات الثلاث المرشحة للفوز باليورو بما أننا على التلفزيون المصري فبالتالي هسألك على لعبنا المصري الكبير محمد صلاح رأيك إيه في هذه المسيرة الرائعة اللي أقدمها في كرة القدم العالمية حسنا أعتقد أنه بالنسبة للجميع ليس بالنسبة لي زامورانو فقط هو لعب كبير لعب عظيم لعب تحب أن تشاهده داخل الملعب بالنظر لما أحققه من تطور شخصي داخل الملعب وتطور على مستوى الشخصية يمتلك قدرات بدنية كبيرة وقدرات فنية جودة فنية كبيرة أعتقد أنه لعب حاسم هو لعب حاسم في كل موسم تراه يقدم مساهمات كبيرة مع ليفر بول محمد صلاح أعتقد أنه بإمكانه الفوز بالمزيد من الألقاب قدم مستوى كبير هذا الموسم ولكن فريق ليفر بول لم يكن حسن الحظ لكي يطوك به الألقاب أعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد ومع قدوم المدرب الجديد وبعد رحيل كلوب أعتقد أنه سيكون أمام تحدي كبير سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لليفر بول لكي يثبت أنه لاعب كبير ولاعب مهم كما فعل في المواسم السابقة لكي يكون يكتوك بالبريمير ليج وبدوري الأبطال وأمامه تحديات كبيرة في الطريقة لو طلاقت الأجيال لو الظروف كانت تسمح هل كان زامورانو ومحمد صلاح سيمثلان سنائية رائعة مثل سنائية زامورانو أسلس زامورانو ورونالدو طبعا نعم نعم أعتقد نتفاهم بشكل كبير لأن محمد صلاح هو أحد اللاعبين الذي يقدم تمريرات لا يسجل فقط الأهداف ولكنه أيضا يصنع الأهداف وأنا بصفتي كمهاجم قوي سأسجل كل التمريرات التي أمررها لي آه يعني هو دلوقتي محمد صلاح هدف فريقه لو كنت تلعبه مع بعض كنت تلعبه هتبقى الهداف ولا محمد صلاح أعتقد أن محمد صلاح بالنسبة لللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه هو كان دائما العامل الحاسم ليس فقط لأنه يسجل الأهداف ولكنه أيضا هدف هو يصنع الأهداف أيضا ليس فقط يسجل الأهداف وهذا أمر مهم للغاية وأنا بالنسبة لي كمهاجم صريح داخل المنطقة سأكون مستمتع بالغاية بما يقدم محمد صلاح وبما سيساعدني على تسجيل الأهداف لأنه أيضا سيصنع لي المساحات وسأكون هدف الدوري بالطبع طيب الأسئلة اللي جاء دي شوية أسئلة سريعة والسؤال الأول من في رأيك أو في وجهة نظرك أفضل لعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة لي في رأيي الشخص بلي مارادونا وميسي وكريستيانو هم أفضل أربع لعبين في تاريخ كرة القدم دون نقاش أفضل لعب في الوقت الحالي أفضل مدرب في التاريخ أنشلوتي أفضل مدرب في الوقت الحالي في تاريخ كرة القدم بشكل عام أنا أتحدث عن أشلوتي على أنه المدرب الأكثر فوزا بالقب ومثل ومثل جوارديولا مدرب السسنائي ومورينيو وفيركسون مع مانشستر يونيتد مدرب عظيم بالطب ولكن عندما تتحدث عن المدربين الذين تركوا بصمة أكبر في كرة القدم وإرث كبير من وجهة نظر اللعب والفوز أعتقد أن أنشلوتي هو يتفوق على الجميع في الوقت الحالي أنشلوتي هو أفضل مدرب ولكن في الماضي مين أكثر مدرب استمتعت بالشغل معه أثناء ما كنت لعب سأتحدث عن كنت معجبا للغاية كين؟ كين؟ كنت معجبا للغاية سؤال صعب هناك العديد من الأسماء ولكن ميسي وهالند ومحمد صلاح وكريستيانو بالطبع هم لعبون دائما لعبون حاسمون واستطاعوا أن يصنعوا هناك أيضا فينيسيوس وبيلينج هام هم لعبون مستثنائيون وصنعوا إنجازات عظيمة في كرة القدم إيفان زامورانو حقيقة كنت سعيد جدا وتشرفت جدا بتواجدك معي النهاردة على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة هذا اللقاء استمتعت به ومتأكد كمان المشاهدين المصريين والجماهير المصرية استمتعوا به بالنسبة لي أيضا أريد أن أحيي الجميع كل جماهير المصرية والجميع الذين كانوا يشجعون الإنتر في إيطاليا وفي مصر وريال مدريد والمحبين لكرة القدم ولهذا أرسم لكم تحياتك عظيمة للجميع أنا بس أنا آسف قبل ما أختم على طول عندي فضول التيشرت اللي وراء ده التيشرت التاريخي المنتخب تشيلي عايز أعرف بعض الأسماء الموقع على التيشرت وراء مميس منتخب تشيلي الذي ارتديته في مونديال فرنسا في 98 وهو موقع من إهداء خاص من كل زملائي الذين لعبت بجوارهم في هذه النسخة في مونديال فرنسا 98 وهذا هو يمثل حدث خاص بالنسبة لي إن شاء الله لما أبلك بإذن الله في مصر أو في ميامي هتصور معك وتصور مع التيشرت ده عشان أنا متأكد التيشرت ده وتعليها اسمها أساطير عظيمة كدا زيك كدا شكرا جزيلا شرفتيني ونورتيني نعم نعم وعندما نتقابل في أي وقت تريدو إذا دعوتني إلى مصر سأحمل معي هذا القميص إلى مصر شكرا كفا شكرا 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 جزيلا طيب حوار عظيم مع لعب عظيم اسم عظيم وجميل يعني هو لعب كان جميل وهو دلوقتي كمان جميل جدا عايز أشكر زيباننا كمان حسن عبد العظيم على هذه الترجمة الرائعة جدا خلى حسن عبد العظيم عفوا هذه الترجمة العظيمة جدا اللي خلت الحوار كمان ممتع جدا مع الأسطورة إبان زاموران وبشكرك شكرا جزيلا وبشكر أيضا كل زميلي في الإعداد وتحديدا زميلي العزيز أحمد شهاب اللي عمل مجهود كبير جدا عشان هذا الحوار المهم نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهار ده والنهار ده كاف اللي اتحل فيك الكرة القدم أعلن مواعيد ونظام دور الأبطال والكونفيدرالية للموسم الجديد دور التمهيدي هيقام خلال الفترة ما بين 16 إلى 18 أغسطس المقبل على أن يلعب دور المجموعات خلال الفترة ما بين شهراء أكتوبر وديسمبر 2024 وهيتم إجراء أدوار خروج المغلوب والنهائي من كل المسابقتين بين شهراء مارس ومايو 2025 الاثناشر دولة الأعلى تصنيفا يمكنهم المشاركة بناديين في كلا المسابقتين وهم مصر الجزائر أنجولا كوديفور ليبيا المغرب نيجيريا الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسودان وتونس وتنزانيا فتح باب تسجيل الأندية المشاركة بداية من اليوم الاثنين على أن يكون مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة ما بين 1 إلى 20 يوليو المقبل مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة ما بين 21 يوليو إلى 21 أغسطس فيما سيكون مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في دور المجموعات خلال الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر المقبل خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يناير يمكن إضافة 7 لعبين كحد أقصى بما في ذلك 4 بدائل استمرار إلغاء الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفيدرالية وعدم تحول الفرق المقصى من الدور التمهيدي الثاني لدور أبطال أفريقيا إلى الكونفيدرالية حلو النظام الجديد استمراره يعني استمراره يعني طيب بالمناسبة الأهل وبراميز العابوا في دور أبطال أفريقيا الزمالك والمصري حيبوا موجودين في الكونفيدرالية دي خلاصة كولة يعني من غير ما نغيي لك بقى وحكي لك وقول لك ليه التفاصيل الاتنين بيراميز عشان النتائج الدور الأول كان في الصدارة والأهل لأنه حامل لقب دور أبطال أفريقيا الزمالك والنادي المصر الزمالك طبعا بيصفته حامل لقب الكونفيدرالية خلصت الحكاية دي عشان بس كان فيها دوشة وإزعاج كبير جدا موضوع ده خلص لما الأهل وزمالك والبطولتين فريحونا كمان من الدوشة الكبيرة اللي كان متوقع أنها هتحصل طيب تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف حوار خاص لرقم عشرة مع النجم كابتن حسام حسن مهاجم فريق سموحة مع زمالنا المميز أحمد المصري وبعدها نستقبل ضيوفنا مصطفى شكشك وأحمد سبيحة لعباء نادي أمبي خليكم بخير برحب بك طبعا زميلي العزيز كريم رمزي برحب بكل متابعي ومشاهدي رقم عشرة في كل مكان ومستمرين ولقاءتنا الخاصة مع نجوم كرة القدم المصرية النهارده النجم رقم عشرة هو نجم هداف واحد من هدافي الدوري المصري في السنوات الأخيرة تقلق في أكثر من نادي انتقل للنادي الأهلي ومن هو عاد إلى نادي سموحة حيث التقلق وارتفاع معدلات التهديف بصفة خاصة داخل نادي سموحة ونجمينا النهارده والهداف حسام حسن حسام برحب بك طبعا على شاشة القانون الأولى وبرنامج رقم عشرة وبقول لك منورنا وبنقل لك تحيات زميلي العزيز كريم رمز حبيبة مصري أنا طبعا أنا بشكرك على المعدمة والتهالي دي دلوقتي ومنورينا دي سموحة وطبعا إحنا مقدارين مجهودات كل إحنا عارفين أنتم وجايين تعبانين مشوار كبير فإحنا بنرحب بيكم مرة تانية وبنقول لكم أنتم منورين وبنتمنى لكم التوفيق وبرحب طبعا أيضا بكابتن كريم رمزي اللي بتمنى له التوفيق وإن شاء الله تقصر الدنيا أكتر وأكتر إن شاء الله عايزة أسألك بسرعة كده إيه السر التقلق دايما بيكون في سموحة يعني في كيميا كده مع سموحة تروح الأهل تروح هنا ترجع تحترف ترجع سموحة الأمور بتختلف دايما مع نادي سموحة لا والله ونادي سموحة طبعا كل الناس عارفة أن نادي سموحة دايما بيبقى اللي يعني عليه أكتر فيه لعبة كتير بتبقى هنا بتتقلق بتروح منتخب بيبقى فيه بيع بتيجي تتقلق بيبقى فيه سهولة في البيع والشراء في النادي فده بيشجع أي لعب وخاصة أن فيه جو هادي كمان أنت تقدر تطلع كل حاجة مستوى كل حاجة أنت بتلاقي هنا من تمارين من هتتعب هتلاقي مجهودك بيكلل بحاجة قويسة لا هو النادي طبعا أنا بالنسبة لي نادي سموحة ده حاجة حاجة كده يعني بالنسبة لي في قلبي طبعا طبعا فأنا بتمنى الفترة دي إن شاء الله تعدى على خير يعني ونفنش الموسم ده لأن الحمد لله لازم نحافظ على الفترة دي إحنا ماشيين كويس إن شاء الله نفنشها بشكل أحسن من كده وأجمد من كده إن شاء الله هبدأ معاكم الموسم الأخير ونخش في كم حاجة كده بعدين الموسم بدأ كنت بعيد شوية بسبب الإصابة وبدأت ترجع واحدة واحدة دخلت في جو المطشاط رجعت التاني للهواية المفضلة لك التهديف كلمني عن البداية بقى وفكرك إن اللعب موسم يبدأ ولعب هداف ويبدأ الموسم ومصابة أكيد بيبقى لها تأثير سلبي شوية عليك وقدرت ترجع إزاي تاني إن إنت تتأقلم بقى وتخش في جو المباراة طبعا أنا مريد بمرحلة الإصابة دي كانت إصابة صعبة لإن هي كان موضوع كان كسر كسر طبعا اللعب الكرة ده بسبب أزمة كبيرة خاصة إن أنت بترجع وبرضو المستوى أنت بتبقى فيه عمف إن أنت عاوز ترجع بسرعة عاوز ترجع لمستويك عاوز تنافس على هداف الدوري في أقرب ما تشاط ليك في البداية فده كان مرتبط إن أنا لازم أتمرن كويس ويركز أكتر إحنا برضو كان فيه برضو مع أنا فادي فريد كان ماشي بسرعة كويسة وأنا طبعا بتمنى له التوفيق بتمنى كل الفرقة التوفيق بس أنا الفترة دي كان فادي موفق فيها أكتر فأنا كان دوري لأنا لازم أتمرن وأدي كل حاجة عشان أقدر أرجع بسرعة فالحمد لله ربنا كان للمجهودنا مجهودي ومجهود الفرقة اللي إحنا الحمد لله إحنا في مكان كويس في الجدول إن شاء الله نقدر نكمل على كده وأنا من هنا إن شاء الله هنفنش ونروح في عدة كويسة في آخر الدور إن شاء الله الغيرة في الكرة حاجة صحية ورجعت من الإصابة فادي فريد لعيب جاي جديد من البنك معدل تهديف كويس كان هداف الفرقة أكيد المنافسة دايما بتصنع حالة من القوة ما بين الاتنين المهاجمين الغيرة حاجة صحية في الكرة حسين ولا شايف إنها حيان ببلغة ضرر على لعيب على لعيب على لعيب آخر يعني لا والله الغيرة بص أنت لازم تشوف نفسك أنك لازم أنت عاوز تلعب عاوز تغسري الدنيا ده كله هيبقى حاجة صحية للفرقة أنا شفت فادي ماشي كويس يعني اتعاملت بطريقة احترافية أكتر اللي أنا أكون ما حبيتش نفسي على الفرقة لا فيه وقت لازم أنت لازم هو شكل الفرقة هو اللي يبقى هو اللي كويس فمن هنا عيبان حسام قويس ده الفادي قويس كل اللعبة اللي بتلعب في كل مكان هتلاقي بتظهر بصورة كويس خاصة لما بتجي انت تشارك والفرقة مشى كويس ده بيبقى فيه انطباع انك هتقدي وهتبقى مرتاح فده الواحد يشتغل عليه برضو مش عاوز انسى دور الجهاز الفني كابتن احمد وجهاز بصراحة كله شغال مع اللعبة من 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 اول الهاني سليمان لحد يعني اصغر لاعب اللي هو بكم موليد الفين وتسعة فكل الناس بصراحة شغالة وبيتعبوا فده ده انت زي ما انت شايف شكل الفرقة الحمد لله مشى بصورة كويسة وان شاء الله نكمل كل جملة هقولها ان شاء الله نكمل نكمل احنا ان شاء الله نفنش بصورة كويسة لان النادي سموحة يستاهل يعني شوية الفريق بيعتقى الله شوية بيبقى فيه نوع من الهبوط شوية في المستوى في النتائج ايه السر التباين اللي بنشوفه يسموحها في الفترة الاخيرة ده والله مصري او كابتن احمد في البداية لما جاء السنة دي في بداية فترة الاعداد فهو بيبني فرقة يعني خاصة اللي احنا كنا من 3 ا 4 سنة كنا فرقة كلنا معظمنا مشي راحة انا رحت الاهلي وقابلها طلعت عارة وكم معانا مصطفى فاتحي واحمد عبادر انا مش عاوز اقلن وان ساي لعيب كان موجود معانا لا احنا كنا فرقة كويسة جدا فكل الفرقة دي خلاص معظمها اتباع ففي البداية السنة دي كان انت لازم بيبقى في احلال وتجديد فطبيعي الفرقة لازم ولازم تغير كمان طريقة تفكير اللاعب اللي السا جاي فانت بتحول تقول احنا نادي سموح احنا لقمة بالنفسة على هبوط احنا في كذا في لعب ما راحت هنا ولعبة منتخب فالموضوع ده بيفرق مع تفكير اللاعب فدي انا بشكر الكابتين احمد ان هو قدر يغير عقليات اللاعبة لحد دلوقت اللي احنا الحمد لله الوقت اللي احنا موجودين فيه اللاعبة كلها متفاهمة اللي احنا لازم احنا نبصين على المربع لازم نعب افريقيا فالموضوع ده بيفرق لان بعد كده انت سارج بيزيد والله الدوري السنادي انا بسوط ان فيه كذا فرقة بتنفس على المقدمة بتاعت الدوري فدي حاجة اصلا حاجة صحية للدوري يعني في نظام المشاهدات هتلاقي الناس مركزة اكتر يعني انا مبسوط لبرامتز ان هي مكملة ان هي بتاخد كل ماتش انه كنه نهاي كاس فدي حاجة حاجة صحية اقاية يعني احنا مسلا ان احنا بنيجي ننزل ماتشة بنبقى مركزين اللي احنا لازم نجيب ان نبقى جنب نادي المصري جنب نادي زد جنب يعني ده هيفرق معانا بعد كده لما يكون فرقة لسه فيه احلال وتجديد وتتفنش بشكل كويس فده الموضوع ده هيفرق معانا كتير يعني بيرامتز قادر ان هو يكمل بالشكل ده ويفوز بالدوري ولا الاهل والزاملك لما يرجعوا خاصة بعد ما خلصوا افريقيا الامور ممكن تختلف ونشوف شكل تاني للفرق فوق الدوري فرحة الاهل والزاملك نادي ينكو بر طبعا ده محدش اختلف عليهم انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي هيبقى المنافس العنيد لنادي بيرامتز الموسم ده لان الزاملك برضو فيه احلال وتجديد في الفرقة فوانا من هنا برضو انا بباركلهم على النادي الاهلي بباركله على الشامبيوز ليج الافريقي وببارك للزاملك عن كونفدرالية فلا لا لا انا شايف المنافسها تبقى منحصرة بين نادي بيرامتز والنادي الاهلي ضغط الدوري وفكرة اختيار الاندال تشارك في افريقيا ناس بتقول من الدور الاول ناس بتقول لا اما الدور التاني الطريقة دي ممكن تزل انفرق في نهاية الموسم ممكن فريق فنش تاني او تالت ويلاقي نفسه بعيد عن مشاركات الافريقية طبعا يا ظلمتنا من موسمين لان اللوايح مش عارف يا بتنص على ايه بس انا شايف ان الموضوع اللازم يبقى متحدد من اول السيزون لانا لازم يبقى فيه يوم تلاتين ستة يبقى فيه الاول اربعة ايا ان كان اهل زمانك موجودين في المربع لا هو لازم يبقى فيه فير اكتر من كده يعني والعدالة في الدوري كابتن احمد سامي قال ان انا موجود حسام حسن موجود مش هيمشي في المعاية كابتن احمد سامي انا بعتبره اخ وقبل ما يبقى مدرب ليه وانا من هنا انا لازم اكون انا عامل مساعد ليه لازم اكون فرق مع الفرقة ولازم دايما انا اكسب الفرقة بمساعدة برضو اللعيبة فانا لا انا كتابتن احمد مش مدرب بس هو اخي ليه فعلا شرف ليه اللي انا انضمت للنادي الاهلي اسمي كبير طبعا بس انا ما كانش فيه توفيق اللي انا اشارك انا كنت رايح بطموحات تانية خالص رايح اقود على الدوري ولا منطقة مصر اساسي فكل فيه حاجات حصلت غيري التفكيري خلص اللي حصل والله ان انا قابلت ان ممكن يكون كمدير فني مش مقتنع بيك دي حاجة ماشية انا ما عنديش اي مشكلة ان انت ما تكونش مقتنع بيه بس يمكن انا مش انا اللي بس طلقت اتكلمت ان انا ما كنت بتعمل معاملة مش كويسة لا مين المدير الفني كان موسيمان بيتس موسيمان عشان برضو الناس تبقى عارفة الناس كلها عارفة اللي حصل يعني مش اللي حصل اللي بان للناس انما في حاجات حصلت ماينفعش هي تتقال اصلا يعني مثلا ايه زي ايه المعاملة الطريقة يعني التعامل حتة العنصرية انا مش فاهمها السنة بتكلم في حتة معينة يمكن انا مش اللعيب برضو اللي طلع يتكلم في حتة موسيمان اللعيبة يمكن دلوقتي موسيماني كان متجاهل يعني مثال كريم فواد لعب نهاء افريقيا موسيقى هو بيتكلم معايا اول ما جيت بيتكلم في حاجات يا مصري انا مش عاوز ادخل في حتة اه يا الناس اه لازم تعرف بس انا ما ينفعش يقول لي انت جايب كم جون قلت له انا جاي مش على حاجة قلت له انت الفروت بتاعك بيلعب كم بطولة وضعب كم جون بس ده اللي اتقال اللي هو مين كان موجود في الوقت ده انا محمد شريف انا قلت له محمد شريف طبعا اخويا محمد شريف في السنة دي خد هداه في الدورة وهداه في افريقيا طبعا محمد شريف مهاجم جامل جدا بس انا بتكلم انت بتتكلم معايا عاوز يدخلني في حتة في حتة انا لسه جاي منك اه انا ما اتكلمتش انا رضي كان مقنع معاه خالص واحترمت وجهة نظره برضو انه انت ما بتلعبنيش بس انا كنت جاي انا عاوز العب انا ما حقي ده حقي اللي انا جاي اعاوز العب واكسر الدنيا فانت ما اديتنش فرصتي حاولت معاه؟ طبعا وكنت بتتمرن كويس وما فيش حد في النادي الاهلي ادم مش بتلعب او ما بتلعبش ما ينفعش متتمرنش كويس لازم تكون لعيم محترف لان النادي الاهلي في اي وقت انت ممكن تشارك بس فانا بحمد ربنا ده ده نصيب وانا لو كان ليه نصيب في حاجة طبعا كان ربنا هيقدمها لي يعني موسيماني كان ممكن يبطل الكورة خلص؟ والله العظيم يا مصري انا لو انا كنت كان بلت انا كنت حاس ان انا كنت هبعد يعني انا عدت سنة ونص ولا سنتين انا طلعت اعارة ورجعت وعدت سنة ونص في النادي الاهلي اه طبعا انا كنت في النادي الاهلي مبسوط بس مش مبسوط لانا ما بلعبش يعني اقلت اللعب دي برضو اللعب دي ممكن توديه في حتة مش خاصة ان انت مش واخد عالقعدة فانا اخترت ان انا لازم اجازف والمجازفة كانت في صالحي كان ممكن يباليك فرصة مع كولر ولا كنت خلاص الموضوع قفل معك في الاهلي والله هو الموضوع انا خلاص انا انا اخدت القرار بنائنا على اللي انا خلاص بقالي سنة ونص مش هستحمل انا اكتر من كده فخلاص في كل احترام انا قدرت اتكلم مع النادي والوكيل خلاص قدرت ان انا احل كل حاجة خاصة ان انا اطلعت اعارة يعني مامشتش نهائي انا كنت طلع عشان ارجع تاني برضو وارجع اقوى من اللي انا كنت موجود فيه لو رجع بك الزمان تاني قبل انتقلك للاهلي كان قدامك للاهلي والزمالك كنت هتختار نفس الاختيار اللي هتغير بصراحة بصراحة انت تقريبا كان فيه كلام انت في الزمالك بصراحة هو في الوقت ده وطبعا اهل اهل والزمالك انت لما بيجي قدامك دي مش بتاعت انا بقى دي بتاعت النادي انت كان اختيارك ايه انا مش انا الاختيار انا كنت اختيار اسموحة انا رجعت من القارة جيت هنا جيت على اسموحة تاني رئيس النادي الباش مهندس كلمني في التليفون قال لي كابتن محمود الخطيب بعد معي وخلص كل حاجة فدي انا مرتبط بعدي مع النادي بس هي الرغبة بقى انا خلاص رغبتي من رغبة رئيس النادي دي الوقت لو جالك الاهلي والزمالك دي الوقتي اللي انا هشارك فيه شارك فيه من وجهة نظرك يقولي خلاص هو بص هو نادي الاهلي خلاص انا جربت اتجربة اه انا جربت طبعا لو انا ارتقى نادي الزمالك خلاص اروح نادي الزمالك يعني حسام مرحب باللعب في الزمالك اللي وجوله عرض غزب طبعا طبعا ده شرف كبير برده اي حد يلعب في نادي الزمالك حتى للجمهوري ليه لا يزعل منك على فكرة ما فهزعل خالص هو ايا كانو اصلي انت دلوقتي الميديا بيتبقى بصورة قوية هي العامل القوي دلوقتي المؤثر على الساحة الرياضية فانا مش ههتم اللي انا حد ييجي يقولي هتزعل مني ليه خاصة ان انا ما عملتش حاجة تضر اي حد مدافع بتقلق منه كده في المرشات وتقول ده مش هعرف اهدف منه لا لا مش بقى مش كده الحمدلله بس انا انا بحب ستايل يعني لعب ما شاء الله بس هو لازم يركز يركز اكتر من كده كمان يعني هو لسه عنده اكتر من كده وياسر ابراهيم طبعا انا مساك ومدافع يعني لا يقل عن اي حد في مصر ان هو يجي يقلل من ياسر ابراهيم ده خالص هو لا مدافع كبير تتمنى ايه في حياتك الفترة الجارة حسين تحققوا كلاعب وكابتن وكاد سموحة والله انا بتمنى ان الناس كلها القريبة مني تبقى كويسة يعني خاصة اهلي ولادي زوجتي بتمنى لهم انهم يبقوا كويسين مبسوطين في حياتهم ويبقوا احسن مني فده اشياء يسعدني وبتمنى في شغلي بقى اللي انا ان شاء الله السنة دي اخد منها احسن حاجة ان شاء الله يعني ما طلعش بحاجة سلبية خالص وربنا يكفينا شر الاصابات دي ام حاجة حسين اخيرا كلمة الجمهوري الاهلي الاكيد كان يعني في حاجات كترة مش عارفها في عدم تقلقك وعدم انتظامك وعدم استكمال مشوارك في الاهلي تقولهم ايه والله انا جمهوري الاهلي انا بحبه جدا لانه هو داعم لي داعمني اكتر وانا لسه ما كنتش لعبت انا طبعا بشكرهم لان انتوا قفتوا جنبي فترة انا فعلا نفسيا كنت مش كويس انا بحبكم جدا وان شاء الله تفضلوا دعم للنادي الاهلي ديك دايما والنادي الاهلي يفضل يفرحكم ان شاء الله شكرا بس انا بسوطة انا معك النهاردة اخبرك ايه الحمد لله حلو دايما متوالك ومكسر الدانية بإذن الله ابو احمد منور ومكسر الدانية حبيبك كريم اتشرفت بكم الله ومسوطة انا معك النهاردة اخبرك ايه اخبرك ايه في الداخلية السنة دي الحمد لله بصدفة 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 ازاي مرتدة كده اه فقطعتها وكملت اعني وفي الهجمة ودرع ما اللي جبتها بس كده بس مش صدفة الحاجة حرفانة برضو مهارة ايه دين ماغو اصلا ايه دين ماغو على طول كده يعني ايه بقى دماغو يعني هو ما بيحسبهاش زي ما تيجي انها مسلا سردفة فاطلعتم على الهجمة جبتجون ومعرفش انا جبت ازاي اما ما لو سألت او اقول لك انا ما عرفش انا جبت ازاي والله ما لك شو ده عوانت ايه اه اه ماشي كده والكابتن بره بقى بغض النظر مين اسم المدارب بيقول لك انت فين وانت روحت ليه هنا اما اصلا ما عرفوش من اللي جابه الجون ده في الصدفة شافون انا كده اصلا انت ايه اللي جابك هنا اصلا ايه انا عرفو انت عندكو برضو اقدارة محترمة جدا بالنسبة للسنة دي احنا الحمد لله احنا ماشيين كويس لحد دلوقت بس احنا كان ممكن يكون يكون في مركز افضل ويكون مسلا لو الظروف كانت معاها شوية او التوفيق كان معاها شوية كان ممكن نروح اول او تاني اصلا احنا فيه ماتشاط هيربت مننا السنة دي كان ممكن يعني انها مركز احسن اصلا احنا مع تغيير برضو جهاز الفني منزلناش احنا مشينا بشكل افضل برضو فدي حاجة كويسة بالنسبة للنادي وبنسبة للإدارة احنا طالما الإدارة مشي كويس معنا والجهاز الفني حتى لما يتغير احنا مرضو مشينا كويس فده يعتبر ان النادي كله ماشي كويس اللي عيبة بالجهاز بالإدارة مهما يتغير النادي ثابت احنا بنمشي مبدأ ان احنا عائلة واحدة وكلنا ايد واحدة وامبي بقالو مسلمين كده بيرجع تاني امبي بتاع زمان احنا احنا في افضل فترة دلوقتي في النادي والتباري وكان ممكن يعني ان شاء الله نخش فريقيا بس يعني ربما ما كرامش قبل ما نخش نحن عشان نخش كنت قريبين جد جول طيب فيه ماتشاط بس فيه ماتشاط احنا كنتت قريبين منها اوي يعني المفروض الماتشاط تخلص ليكم ايما بيخش فيه جول تعادل ايما انتو بتخسروا المباراة في اللحظات الاخيرة ايه الماتشاط اللي انت شاف في الناديات قريبة جدا منكم الموسم ده ماتشاط كتير ماتش زي الجيش اه احنا عاملين ماتش كان في الجو كان حر يعني درج الحرقة صعب الصراحة ومسكني الجيش عاملين ماتش حلوة وعليهم من احسر ماتشات اللي عملاها السنة دي اه وكذبينين جدا كنا تعادلين ودخل فينا جون اخر ثانية وكذلك ماتش فارقه كذبينين واحد صفر في كورة كده تعادلنا وكتريبا الماتش ده كان قلينا بافريكيا يعني رسمي اه اتعادلنا خير برضو ضيئة اه ضيئة يعني ماتشات بس كنا ما فيش توفيق بصراحة نعمل ماتشات كويسة بس الحمد لله انا ربنا عوضنا في ماتش البنك فربنا برضو بيعوض بيعوض بس في حاجة قادرش انت ملاحظها اكيد اكيد انت عارفه انت عايش معك بس الحمد شاكله خجول شويتين ثلاثة اربعة سنة بس هو بيبقى خجول بقى في قط اللبس اصلي في الاس اللي بتطلع على الهو بتبقى خجولة بس في العادي لا هو عادي يعني فيه كزا شخص يممكن يتعامل معاه هو قاعد جنباناك اربعة عشر و تراتةاش اه فاحنا عادين جنب بعد اصلا في الوضة في الوضة انا ما بكلمش غير معاه اصلا في الوضة انا بخدس اكله بيجيب اكل كده اكله اكل ايه اللي تتاكله قبل المطش ده بخير حاجات بسيطة حاجات هلسي يعني انا بأكل شاكلو انت بحب لا لا بيجيب لي برضو طيب درش المباريات اللي كانت صعبة عليكو اول سنة دي يعني اول مباراة اللي انت حسيت انه احنا مكنش في حالتنا المطش ده وعادي كل الفلق بيبقى في ديها بعض المباريات ميبقاش في حالتنا المطشات الصعبة اللي عدت عليكو السنة هي والا ايا مش صعبة حمينز المطش بس بحصل ظروف في المطش احنا ممكن ما كونش موفقين لكن في مطشات كان ممكن نكسبها زي ما احمد قال ان احنا في المطشات هيربت منافق اخر دقيقة يعني حتى لو تعاني بالتعادل البنت مسلا ممكن نفرق معنا نحن ممكن نخش افرك صح مطش فارق واحد منها تعادلنا في الديا 96 البنت ده كان زيبنا في افرك بس بالنسبة لحنا بنزل بصراحة المطش مش خايفين من حد مبنقلاش من اي فرقة كلنا زي بعض يعني مدعملتش يعني احنا ممكن الفرقة الصغيرة فرقة كبيرة كله زي بعض بالنسبة ل بس احنا بنزل المطش على حسب بعض الظروف احنا ممكن موفقين ومش موفقين بس انا فهم ان المطشاط الكبيرة زي او يعني لو سميناها صغيرة يعني بس تبدل مواجهة الاليو الزمالك يبتبقى مواجهة لها تركيز خاص مواجهة لها تركيز من ناحية برضو انا كلعيب اه اكيد ضمن احلام اللي انا لعفت الاليو الزمالك اه فانا بنزل باكون مراكز ما في المية مم فهي نفس التركيزة اللي بقى مثلا فرقة الليلة في الدوري مش كلعيبة ومش بقلل من حد يعني بس يعني ملابقى فرقة كبيرة برضو بيبقى تركيز بتاعك كبير صح يعني هي كلها معادلة صح بس انت من سنتين من سنتين تحديدة لحد وقتنا هذا دايما اسمك مع كل فترة الانتقالات بيرتبط زمالك يرتبط اهلي امتى حسيت ان الموضوع كان في جدية ومكملش في السنتين دولي؟ كانت بعد سنة عشرين وعشرين اه كان مسيكنا الكابتن حيني متولانه وبعدين جي مستر فيرا بعدها على طوب اه برضو ظروف في النادي لعيب صغير لسه مش هيطلع على السنة اه الله علم ايه اللي حصل برضو في الموضوع ام بس اه ربنا ماكرمش بس انت اللي كان طالبك في الزمالك فريرة لا فريرة لك كان مسيكنا اه انا كنت تبالع معا كنت كان معنا مدارف فييرا التاني مش فريرة تاني اه مش فريرة لأ فييرا اه كان مسيكنا كنت متقلق معا شوية وبعدين بعد الموسم ده كنت عمل موسم كويس اه بس ربنا ماكرمش انا اروح في نادي يعني بعدها وانا كنت مبسوط في النادي بتاعي اه انا فهم لا واعرف انت مبسوط والامور مستقرة بس انا بسألك امتى كانت الفترة اللي كانت قريبة انت خلاص انت راح الزمالك اه كان الزمالك وكانش الاهل لا لكن الزمالك يعني الاهل مكنش تكلم معك في اي وقت صحيح وانت احمد يام الناصر كنت فيه كلام جامد لان راح الاهل والزمالك انا امسك ابن سايد عيد وجيت سنة دي برضو في واحد كابتن محمد اسماعيل مبلغني طريبا فيه كلام الاهل والسانة معرفش كابتن محمد اسماعيل مديره الكرة كده مش هقول حاجة غير ربا متأكد منها لكن فيه كلام الاهل فيه كلام يعني بشد حيلك وكده وركزه في واحد يعني فانا عايزين مدافع وكده بس كانت الفترة اللي انا كنت اروح فيها الزمالك كانت ما كابتن سايد عيد لكن امبي الاهلي كانت مؤخرا في ينايل اللي فات كانوا محتاجين كان فيه كلام برضو في الناصر بس كانت كابتن سايدة بحافظ كلم كابتن سايد عيد وليه بقى الحاجة دي ما بتكملش؟ يعني ليه ما كملتش؟ اه رزق بقى ربك بقى ما بتمشيش اه كده وانت كنت عايزة اهلي ولا زمالك؟ اه اي حد يحلم باي نادي من الاتنين صح؟ اه فهو عشان منتخب يعني دول برضو بقى عامل اساس انك تروح المنتخب بشكل اسرع تلعب احتراف والعم بيطبق عليهم يعني كويس يعني بس كانت حسام حسن او حتى اللي قابليه فيتوريا او حتى كروش كانوا بياخدوا لعيبة من اي نادي مش بس اهلي وزمالك اطرق الشحة مع مستر كروش اه فبعدوا خدوا حصياته وكده برضو خدوا سعية احمد ياسين ومنعم وفاهم يعني وفاهم يعني وفاهم طبعا بس انت طول الوقت اكيد بيستنيها منتخب بس اكيد طبعا اه بس انا بمظل كده سايفة على الله ازا ما شك شك قال لك بقى ما انت واضح انه بحسبه اه يعني انت في الملعب يعني وانا بعمل معك اللوكات دلوقتي امش مصدق ان ده اللي بشوف في المطشاط واحد جامد واحد ناشي شخصية تاني شخصية تاني اه وبيتخانق وبيعترق اه باخد كل ماتش بماتش وما بحسبهاش بقى اهل زمالك انا عنده بنزل بقى لا بس انت بجيني شخصية دلوقتي عاملة زي ايه عارف انت الممسك كده بيقولك ايه انا باخد الدور واتكمسه انت في الملعب بتتكمس دور جير دورك ايه بالزبط دي مش شخصيتك دي حتى بيتكلمون براكز وبتاع بولمسوا بقى على الله فجنازي مش في دماغة هو ربك بقى طب الراجل بيديك تعليمات برا ده والحاجهات دي بقى سايد بالله بيقعد وام عارفين بيقولولة حاجة بنزلينسه في الملعب معاله كلوشة بقى بقى يقعد فكرنا ههههههههههههههههههههههههه هؤلا كلوشة يمسك كذا اقول له ماشو يعني هم في حاجة عايزين يعملوها لازم نكلمونه قدام كلوشة كلوشة يفكرنا اه عشان ما عشان الوقت لوحدك خلاصة يبازت كده. فكلوشة هو اللي بيشيل بقى الحكاية دي. دائما بس يعني في لك كلوشة بصراحة بيساعدني كتير في المعلومة. انت عاملين كمان سناية عظيمة جدا انت وكلوشة بصراحة سناية. قلنا مع بعض في النصر برضو لعبنا مع بعض. انا واقف كنا في النصر في الدورة الممتاز. انا هو ما لابت في النصر يكون مع بعض في ماتشي الاهل في الدورة الممتاز. صح. ليه انبي دايما دارش دايما العين عليه. يعني اي حد بيبعايز لعيبة في الدورة المصر يقول لك ايه بص على امبي. وتلاقي دايما كل سنة فيه من امبي اربعة خمس ست لعيبة. الناس كلها بتتكلم عنهم. ايش معنى منظومة امبي تحديدا ايه. او بص لها كبتك بتحس بان او انت ما بتجي تشتري اللعيب او تيجي اكون عايز اللعيب كويس بتبص على اساس بتاعه. اه. يعني احنا عندنا الحمد لله في امبي الاساس بتاعنا اللي هو النشئين كويسين او. النظام اه مناسب لاي نادي في مصر. مبارة مصر. ام. فلما تجي ت تشتري اللعيب او تجي تشوف اللعيب بيعجبك. فانت هتشوف اساسه الاول فيه. صح. فعشان كده هو يعني احنا اساس النادي عندنا كويسة ماشية كويسة حد دلوقت. تحديدا في قطاعات النشئين. وتحديدا لما استاذ ايمن اشتريه هيوصل النادي. مم. فبدأ اننا نشوف تطور اكتر. مم. احنا احنا كان اه ايام كانت النادي محمد ينجم كانوا رئيس كده عناشين كان ماشي بشكل حلو او. ممكن اطلع لعيبة كتير او. بس برضو مع مجال الاستاذ ا دايما برضو طور الدين. في النادي عند دين. بقى فيه لعيبة بتطلع بقى فيه برضو مستوى تحت تاني في النشئين. فعشان كده اللعيب لما بيطلع في اينبي في الاول بيبقى اساسه صح. عشان كده لما مسلا النادي كبير بيجي يطلب اللعيب بيبقى النادي ده ببقى اكيد برضو عارف ايه الاساس الصح ايه اللعيب المختلف عن عن اللعيب اللعيب العادي في النادي تاني يعني. فعشان كده انا اينبي بيبقى اكتر نادي الاندي بيبقى عايزة منه الل عادي. فاحنا بنام برضو اللي وعلينا وعادي. طيب. انت راجل بتنسى التعليمات في الملعب. وراجل خلوشة بيفكرك. امتى الاول ما نزلت الملعب? تحديدا في موقعات الالوزراج دي احنا ده قلسك بتقول ل مصطفى انه التركيز فيها بيبقى لي قوي. نازل تمسك لعيف فمسكت حد تاني. بتحصل. بتحصل? بتحصل. حصلت امتى. طب واحد. انا عاجبني يعني هو بقى في قط اللبسة او برنا ملعب حاجة. لكن هو منزل العب ده ارجع لعيف في مصر في جد. لأ لأ. بقول لك انا لما بشوفه اللوقتي مستغرب ليه? اه. انا في واحد. في الملعب حاجة تاني. في ملعب قوي جدا. اه. مرعب هو هنا هدي ولزيز وكوميدي جدا والزار. حبيب يا كريم والله. اه. ساعة شبك كسر. مواضح. امتى امتى حسيت انه لقيت الملعب يا عم مسبيحة ده مش ده. ده كابت انتمر مصطفى كنا في ماتش كده. احنا ملعب ثلاثة. اه. فقلب الطريقة اربعة. اه. ففي ماتش كده. فانا سراحت ولوحدة وقفت على الخط وسبت كلوشة ولوحدة في الملعب والهاجم علينا وانا وقف بره. اصلا. اه. كنا ماتش خسرانين تقريبا. كنا زين نرجعاني في النتيجة خرب ماتش. فقلب بالطريقة اربعة. اه. فسيبت كلوشة وكانت محمص دي ببرة كان لسه وانا في الجهاز قاعد ينادي عليها وانا اصلا مش عقاب بنادي عليها فانا. انا وقف صح. انا عامل ايه غلط. اه. لحد ما كلوشة ناديه لقال لي ابن حمي عبرها معي. ريحة جات كده ربك باب استرها. ليك مواقف اكيد لزيزة برضو مع اللعبين اللي بتلعب قدامهم في الملعب. حصل معاك مواقف لزيزة بكي اتكلمت معلها. بس في لعب جاي عليك مسهن وعايز يرقص فانت قلت له حاجة اهو قالك حاجة. اه دايما مع الأفارقة دايما. مع الأفارقة. عشان ما بيفهمونيش. اه. عايزي بحظر بحظر بحظر. بعد ينكوشهم وبتاعك. احبس كلمتين يوفر بيك بليار وبتاع كلمتين كده. بعد اتكلم معهم دايما يعني. متى نايفير يتبع. بلعب عليه بعد اتكلم معه كده. بس بمركز مع الكورة عشان ما في حاجة يخطف انا بسرعة. بهو بمركز معه في كلمة مسلا. بتشغل اللعيب. ما نجيب. اه كده. اه بتشغله وانت بتاخد الكورة. نا معظيم. بسم كمينة هذا الحوار حلو قوي ده مع مصطفى شاكشكو احمد السبيحة. بعد عزب فاصل نواصل خليكم. لسه مكملين هذا الحوار. الممتع جدا على الهوى. وبين الهوى كده في الفواصل ممتع اكتر. رفرحان والله يعني مبسوط جدا بمعرفة مصطفى وآحمد النهاردة. دارش دايما يتقال انه امبي من الفرق بتاعت الشركات اللي عملت سمع عظيمة في كرة القدم المصرية. واكيد انت بتبع كرة في العالم. كان في مفاجأة المفاجأة لستر سيتي لما اخدت دوري في 2016. هل امبي مش بتكلم على السنة دي ولا السنة اللي بعدة بس امبي ممكن في وقت من الاولادة ليبيا اخد دوري. ولو هياخد دوري محتاج ايه? احنا ماشيين كويس. انا فهي. واحنا يعني كنا السنة دي اصلا يعني ناخنين دورة على اساس ان احنا ان شاء الله يعني ننافس على الدور. اصلا? يعني. دي كويس. ده هلا حاجة. من بداية الكابتن تامر في اول الموس. اه. كنا ماشيين كويس او. يعني بس اه برضو زي بحصل زروف احنا ممكن ممكن ما كنوش موفقين السنة دي. لكن النية عندنا موجودة. لما كابتن سيد برضو ميسك كابتن سيدة سنة لم يمسك بعد كابتن تامر برضو نفس سنية موجودة. انا مجيت شمسك عشان اوقف المركز السادس او الخامس او انا اش دوري وناسة عندي خمسة راتين او اربعين بونت. لا انا عايز انافس على الدور. انا شايف ان هو واسك في امكانيات اللعبة اللي معاه. واحنا كنا عايزين برضو احنا نواصل وننفس مع برامة زوالاهلة او الزمانيك على الدور. بس برضو في ضربات حصلت انا في الجدول وبعد المطشاط. لكن احنا لو السنة دي مفيش ان شاء الله السنة الجاي. او السنة اللي بعدها. تنافس. انا احب ان الناس اللي عندها الرغبة دي مش شرط يكون انت عندك كل الامكانيات تخليك تنافس بس طول ما انت عندك هدف هتوش رابب. احنا عندنا النية في النادي من اول رئيس النادي لحد العامل. هاي. ان احنا ان شاء الله يعني انافس حتى لو ربنا مكرمش السنة دي السنة الجاي. احمد انت جابد اوي زيك كده. وانت بتقول لي اصلا انا مكنش نوعى لعب كرة بشكل احترافي يعني. بصراحة واحد صاحب اوي اخوه يعني. اه. انا هو متربين مع بعض اسمه احمد خليفة. فابوها كان جاي واحد اسمه كابتن ايمن نجيب. من عندنا من المنوفية. فكلمه. يعني كان عامل اكاديمية وكده. فابو كنت شريح ولا ما عارفش حاجة. فقال له عزب بطاية الصباحة وكده. فابو كنت باروح ولعب دوراته وكده يعني. بصلا كنت بقى ما عابش مدافع. او كنت بقى فقدام عادة شوط في الجوان والكده. اوه. وكده. اوه. ومازي بقى وكده. اوه. نلعب في الشارع بقى حاطين توبتين والكلام ده. اوه. حاطيني بقى في فرقة عندنا درجة رابعة. من فريل اول اسمها كفر عشما كده. اوه. فروح تلعبت معهم وكده كنت ههدافهم يعني. ههداف الفريق. اوه. وشوط ملاحي والله ربك كان كده مساهلة. مساهلة اوه. راجل ده شكله. اه. وانت كده كامش في الماغك. جابني بقى النصر اه. جابني اختبارات وكده. فانا مكنتش عايز بقى يعني انا عشان ابويا وكده اباك رفض الموضوع ده. اه. فكان دايما في مشاكل بيننا وكده. فجيت النصر اه اختبارات. فكابتين اسمه على التيتش. اه وقت بيعدي بسرعة جيت عمل تاكلينجها بالكورة خدني في الاختبارات. اصلا. على طول كده. مع تاكلينج اه. وخدني ملعبتش ماتشين ماتش في الثاني في الثالث بيعدي. في ماتش اسمه ماتش التحرير. اه. ملعب كنا بايز يعني وكده. قال حتولي الوات صباح. هو بتاع الاراضي والفلاحين والحاجات دي. لعبت الماتش من ساعته مطلحتش من النشئين. لعبت كله. اه. فكملت الموسم. الموسم بعده اخيات وقفة. كان لها اخوة. يا رب الله. ساعتها كان موسم بقى قد ساعت بقى مع الساعة التسعين وكده. كانت انا حالا كان طريبا مسيكم. اه كان او مسيكم وبعد كده كان بيعمل بقى. وخطوة مصطفى يوسف دي مسك السيطة وتسعين. كان بيعمل كل اسبوع واسبوع وماتش مع الدرجة الاولى مساكة وتساعة عيد. انا اصلا ساعتها كنت بنام في الجامعة. بتنام في الجامعة؟ بنام في الجامعة. كانش فيه ساكن. اه. كنتش بقى بحب أنا أقول لأهلي أنا ما أقول له عازف فلوس وكده روح واجه كنت بقى تحرج ونعافي الظروف آآ يعني هزروفنا على الدنيا عنه وكده وفي نفس الوقت هم كنوش مقتنعين عصاً أول ما كنش عايزين عصاً فأنا أقول لهم عازف فلوس وبتاعه وكده فأقولوا له وعد وكده فأنا ربي عاد أسبوع ما كلمنيش بتنام في المسجد كنت بقنام والله العظيم في الشتاء كنت بتغطى بالحصار بتاعت الجامعة يا الله والله والدة صاحبي اسم محمد عماد كان صاحبت علىها جابت لبطانية وكنت بتغطى وكان معها كذا حد يعني مش لوحدي وقابت الساعد عيد أعرف كان ساعد بيديني فلوس يعني قبل ما أصلاً ما يعرفني فما قدش في الموت الثاني كابتن ساعد شاف نعنه وكده فخدني ساعد ساعدها بقى كنت قول مرغط فلوس في النصر آآ العين بها محترف آآ في الدرجة الثانية النصري ده كان الأهلي في الدرجة الثانية كان يكسب ماتش أخد مكافأة ليس فوراً النادي يروح لعبه في الماريخة يجي راكب وتوباس وروح موصلة عشان أخد مكافأة يا سلام ما عشان أمش أعز فلوس عايز حتى الدلوغوية حاجة أحساس اللي أنا كويس اللي أنا بشتغل بقى أنا مش رايح ألعب أنا مش رايح أهضر أهمني؟ والله فساعتها بقى صعدت وصعدتنا الدورة الممتاز وقلت بقى إيه هينزلنا بقى دورة الممتاز أصلاً ما نشاركش في ماتش الدورة الممتاز بدأ وأنا أتمرن وكده قصماً بالله ملقبت ماتش يؤدي مع كابتان ساد عيد عمار حمدي وكل نشئي اللي عبت أنا الواحد اللي بقى فساقنا رجوه يوم ماتش الدوري التاني ماتش الأهلي لقيته بنادى عليها أنت هتلعب الماتش فجأة الأهلي قصماً بالله ملقبت ما شاركت مع فايا حاجة ماتش الأهلي والتاني ماتش بعدها بيومين كان في ضغط الزمالك يعني أنا في عشرة الماتشات في الدورة ممتاز مع كابتان ساد عيد بسم الله الرحمن الرحيم أهلي زمالك أهلي زمالك لعبت على كاسونجو على أزارو على بنسئة اللي بتاع بركينة برسو يعني أنا لعبت على العتاولة وكلهم بيجروا كلهم بيجروا جداً وأحمد جمع فعزو فربك يعني على أدنى بقى قسم بالله كنت نام في الجامعة أصحى الصبح كان في رجل بيجي يطردنا من الجامعة عشان ما ينفعش نام في الجامعة كنت قصح الصبح اتمرن على ما يجي تمريننا العصر وكان كابتان خليت ساعد بصراحة الله يدارك له كان دايماً يجيب لي أكل يعني كابتان زي المصحب عليه كده وأنا عاشت فترة بس عابت قصة أنت بتحكيها دي دي قصة أعظم حاجة في الحلقة النهار والله العظيم يعني ربك ما بيكرمش كده من فراغ عشان الصبر يعني دايماً يعني سبحان الله عندي صبر غريب حتى كابتان كشري ما عاليش لا لا بالله ما لعبت يعني كابتان كشري كنت بصراحة يروح تقيم بي الدنيا مش ماشي حتى وفا ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي وقبنا معاه في المنتخب يعني أول ما جيت بقول لابنا اللي مش عارف ما اللي مش عافظت مرة حتى كابتان كشري مستغرب كابتان كشري دا عارفني من أيام أما كمسك تريباً في الانتاج الحربي وأنا كنت في المقاص يعني مسامعة من أيام النصر كمان اللي لابت ضده كمسك الترسانة تقريب فروحت مش عافظة لعب وما تشوف التاني الدنيا مش ماشية برا وبعد كده مشت جي بقى ماتش البنك كله تصاب وما فيش غيري وانت هتلعب يا صباح لعبت وكنت جمد قوي في الماتش فوقت أنا علنا ولا بتاع تمرين ولا بتاع ودي عارف يا احمد النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي مهمة في ايه لما الناس بتجي تتفرج معظم الناس يعني الناس بتبقى حاسة بصعبات وانا ازاي هاوصل كده وده على قد حالي تمام؟ لما بتقول الكلمتين دول وهم شايفين دلوقتي انت راجل ناجح كل واحد بقى ايه لوح سيخن دلوقتي قال لك ايه كل واحد في مجاله على فكرة مش شرط يكون لأيه بكورة كل واحد في مجاله يقول لك ايه لا تب انا ممكن اعمل زي احمد صباح وربنا هيكرمني من واسع من حيث انا اللي نجعنا اه ده المفروض بيحصل اللي هو الناس بيشوفوا ان اللي هابا دي بترعب دوره وممتاز من شافوش ما وصله ازاي اصلا ايوة لا ويقول لك ايه عارف الجملة دايما حتى انا هنا بعض انتقدها دايما يقول لك يا اعمبي بياخدوا ملايين اه اه اتعرفش انا هضحكب بقيه عشان اوصل لا انا ارقب عربة اوبر اه لا يعني لا باش انت طب ناور الدولي ناور الدولي طيب قصة عظيمة والله الفترة اللي جاية شايف اه انبي اه يقدر يوصل لحد فين في الدوري يعني هيختم الدوري فين إن شاء الله في المربع الزهر في المربع الزهر حاسس بده لا ده أكيد إن شاء الله حلو حلو التحدي ده عاي سألك من أكتر لعيب بتحب تفرج عليه في الدورة بعيد عن الامبي يعني كل لعيبتك اللعيب زمائلك أنت بتحبهم من برا امبي بقى بتحب تفرج عليه استمتع عن تفرج عليه زميل يعني او من الزميل يا وفيه لعيبها كتير في الدورة كويسة طبعا بس فيه مسلا فيه زيزيزو اه امام عشور اه في لعبة كتير جوكويس بحب محمد عبد المناء واو اصحاب وكنت معافل منتخب الشباب انا سافرته ومنتخب السنغال وكده برضه ما كنت حمال صدق بس انا مثلا انا على المستوى الشخصي والملعب احب عبد المناء لك لما يقول لك عبد المناء عنده غرور ما عنده ثقة في النفس يعني هو واسق في نفسه زيادة انت مع الناس دي انت بقى عملته شخصيا انا هو الشخصية دي لا شايفه عادي عادي سنقول كده برضه الناس بتجول يعني بتزول لا لا هو طبيعته كان من صغره من صغره والله عبد الملعب وقصده في الناشئين هو كده هو كده واسق في نفسه هو هدي شخصيته السفقة دي حلوة مش مغرور هدي شخصيته اه السفقة دي حاجة كويسة مش اللي عنده ربنا هو واسق ونفسه كده ببساطة يعني احمد شرفت ونورت اللي عدك هيت حلوه زي مواعدتك ايه طبعا فهاش ايه مشاكل وفهاش ايه عزماته وفهاش ايه حاجة اه اهم حاجة بس اه انا اشكر المورات اللي هي دايما ايوه لازم ايه نازم عشان تدخلني البيئ عشان لازم بصراحة وقفة جنبي دايما استحملتني في اصعب ظروف لي يا الله كان لكم صور حلو ايه وبعد ماتش الزمالك انت ايو كان وشياء حلو كسبنا ماتش ده تقريبنا ابن صفر اه وابن ركيان اه امنك اسمو ايه يا الجماد ده تورك بقى بقى لازم نطلع كده يالله طبعام واشكر عندهم بقى اهل وابوه يا امه طبعا والناس دي دايما والله العظيم يعني تعبوا معايا في صراحة ونفس افسدهم ان شاء الله انا نفسدهم بخطوة المتقام وعاكيد هم متشرفين وفخورين بك جدا زي ما مصطفى طبعا اهل وفخورين بي يعني كلنا بخطوة بكم نفس اعملهم كل حاجة حيرة في الدنيا يا الله يا رب دايما امه وخطيبتي وصحابي وكل الناس والله عندينا يا رب دايما نورت الدنيا يا مصطف نورت الدنيا يا احمد شكرا جزيلا ختم حليتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكون استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على الرد خير